أهلا بكم مشاهدينا في الخميس 22-12-2011 فاضل 9 أيام على نهاية السنة هنبتدي فقراتنا في نارك سعيد النهاردة بفقرة الصحافة هتكون مع أستاذ أشوفي بربري رئيس قصم الأخبار بجرية الشروق صباح الخير إفن صباح الخير خلينا ناخد أخبارنا النهاردة بالترتيب وهي فيها كل الأحداث اللي مقبولة تقريبا آه بالضبط من الأخبار الصفحة الأولى الجيش يعلن عن مخطط لإسقاط الدولة ومن الأهرام منشط الصفحة الأولى وزير العدل يكشف مخططات التخريب ومن نفس الصفحة التحذير من أعمال تخريب في 25 ينايرا المقبل والمصر اليوم الصفحة الأولى المجلس الاستشاري نقلنا للعسكري نبض الشارع والجيش سيستجيب لما نتفق عليه ومن الأهرام الصفحة الأولى تراجع لهم في التحرير واستعدادات لجمعة رد الشرف ولا للتخريب ومن الشروق الصفحة الأولى رد الاعتبار لحرائر مصر يبدأ من التحرير والشروق الصفحة الأولى انتخابات الاعادة للضعيف وتجاوزات مكررة وآخر خبر من المصر اليوم الصفحة التالتة مسؤول إسرائيلي تفاجأنا بقبول النور على الحوار مع إذاعة الجيش الإسرائيلي طيب ناخدهم من الأول الجيش يارين عم مخطط لإسقاط الدولة وكان في كلام كتير من فترة على أن الأيدي الخارجية والأصابع وا 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 دلوقتي بيتم الإعلانة مخطط لكن برضو بدون ذكر أسباك بدون ذكر أسباك هو الحقيقة الخبر دوت اللي هو متعمم على كل الصحف بيعدنا لأيام حسن مبارك يعني غير موفق بالمرة من جانب المجلس العسكري لأنه بصياغته مضمونه بمحتوى بغضب نظر عن مدى يعني صدق أو مدى دقة هذه المعلومات لأنه في الآخر بنقرأ الخبر ما بنلاقش فيه أي معلومة الشعب لم يقعد يقبل بمثل هذا الكلام والسؤال هل ده يبرر الاعتداءات اللي حصلت لا شيء يبرر الاعتداءات والانتهاكات اللي حصلت على الإطلاق بما فيها القول بأنه الجنود كانوا تحت ضغط أو أنه المتظاهرين كانوا بيستفزوا الجنود الجندي سلطة والسلطة يجب أن تكون مدربة على ضبط النفس وعلى أنه ما ينفعش الشخص اللي ماشي في الشارع ينفع يتصرف بشكل عشوائي لكن المسؤول ده سواء جندي أو ضبط أوش يلتزم يعني الصور اللي انتشرت في كل وسائل الإعلام العالمية لا لا يعني إساءة كبيرة بس هو بس بالنسبة لمسألة المخطط ده الحقيقة أنه إذا كان لدى المجلس العسكري كلام يقوله فيجب أن يكون بالمعلومات وبالأسماء إنما محاولة تخويف الناس من النزول في مظاهرات سواء بقى مظاهرات احتفالية أو مظاهرات احتجاجية أو مطلبية جديدة يوم 25 يناير في ذكرى إحياء الثورة الثورة الأولى لصورة 25 يناير ده كلام الحقيقة غير مقبول وغير فعال نتعرف كمان فيه فيه أعلانه القضاء العسكري أعلن أنه هو بيحاكم بعض عناصر القوات المسلحة لكن برضو ما أعلنش هو إيه اللي حصل ولا نقدر نعرف حاجة بالزرط من حق الناس بالحقيقة لأنه هؤلاء ضباط القوات المسلحة أو العناصر التي تجري محاكماتهم لا يحاكموا في تهم عسكرية علشان نقولها أنها تتمتع بالسرية ده مش مخالفة في وحدة عسكرية ولا عمل عسكري ده فيه طرف تاني فيه بنت تم الاعتداء عليها في كشف العزرية وفيه ناس اتقتلت في مسبيرو والناس دي من حقها تتابع المحاكمة المحاكمة ليست متعلقة بأمر عسكري يجب الإعلان علشان يتم يعني اللي هو نذيل البقع من على طب النصر لا سيما أنه رصيد المجلس العسكري نفد أو كاد فبالتالي وفقط قدر كبير من المصداقية الناس مش هتصدق غير الحاجة اللي هتشوفها بعنيها بيان يطلع أجوف الناس مش هتصدق وتاني عايزين نعيد للقوات المسلحة بتاعت بلدنا يا جماعة عايزين نعيد لها رونقها وهيبيتها وننقى بها عن الدخول وحب الناس لها والتفاف الناس حولها من الأهرام الصفحة الأولى وزير العدل يكشف مخططات التخريب برضو ما ينطبق ما قلناه على الخبر العنوان الأولاني تقريبا هنقوله في العنوان التاني الكلام عن الناس اللي بتدفع فلوس والناس اللي بيركبوا عربيات وبيوزعوا فلوس اتقال في مسبيره واتقال في أحداث الصفارة الإسرائيلية واتقال في محمد محمود وبيتقال النهاردة في أحداث الأسر العيني دون أن يتم تقديم اسم واحد لرجل أعمال أو اسم باستثناء الحقيقة لأستاذ محمد هاشم صاحب ضر مرت وده الرجل يعني بيعمل في مجال لا تسمح له ملاته المالية بيقوله يكون ممول لمثل هذه الأحداث فالمطلوب من السيد وزير العدل أنه يكون فيه معلومات دقيقة وموسقة شهادات الأطفال اللي قالوا أصل وحد بيدينا فلوس الحقيقة ثبت أنه فيها مشاكل وما ظهر عن فيه في فيه ناس اللي مقبض عليها قبل الأحداث فده كلام يعني يعني هون الحقيقة حتى يفتقدوا حتى لإبداع في التلفيق وده يعني مأساة تحزم أكتر حتى يعني حتى هم مش عارفين حتى يلفقوا بشكل كويس فيعني حاجة نقص كفاءة مؤسف حقيقة الأرام الصفحة الأولى التحذير من أعمال تخريب في 25 يناير المقبل وما بين قصين كده يعني هي أول ذكرى للطورة طورة 25 يناير في 25 يناير 2012 والناس كلها بتتكلم على أنه فيه دعوات لطورة الغضب الثالثة طيب لما يتقال أنه فيه تحذير من أعمال تخريب طب يعني هو الناس بتقول طب ما ننزلش يعني ولا نعمل إيه والتعزيم من أعمال تخريب طب مفروض الثوار يعملوا إيه الثوار هيعملوا اللي عليهم وعملوها قبل كده وتجربتهم عظيمة من 25 يناير حتى اليوم يستطيعوا تأمين مظاهرتهم ويستطيعوا تأمين وجودهم ويستطيعوا منع السيطرة عليها ومنع أي عمل شغل باستخدام أنه سيتم استخدام العنف في حالة لا شوف استخدام العنف ثبت الحقيقة أنه غير مجدي العنف والناس لم تقعد تخشى من الرصاص ارتفاع عدد الشهداء وصل لخمستاشر شهيد والناس بتنزل وتعدت الناس بالألف ومصاب والمشكلة مش فكرة المشكلة أنه الناس بتنزل يجب أن يدرك القائمون على الأمر أنه الناس ما بتسمع أنه فيه حد مات في التحرير بيروحوا ده برغم الأول كنا بنخاف ده برغم كمان أنه الإصابات يعني فظيعة لأنه بيقوله بيقوله رصاص جديد وأسلحة متطورة يعني يعني الرصاص مش عارف أقول إيه دخلت خدت كل حاجة بالضبط وخرج لكن هي كمان استخدام العنف لم يعد مجدي لأنه ما بيخوفش الناس بل بالعكس بيزود النار اشتعال الناس بتسمع أنه مدان التحرير فيه ضرب رصاص يروحهم ده للتحرير ما يخرجوه المصري اليوم الصفحة الأولى المجلس الاستشاري نقلنا للمجلس العسكري نبض الشارع والجيش سيستجيب لما نتفق عليه المجلس الاستشاري يعني يمكن متأثر باسمه متصور أنه هو دوره المفروض يبقى في حدود دبرني يا وزير الحقيقة مش كده الحقيقة المفروض أنه المجلس الاستشاري بما يضمه من أسماء عليه أن يحرص على لعب دور رئيسي باعتباره أصبح عندنا كيان يمكن أن يكون قريب من المجلس العسكري يعني يستطيع أن يقول وأن يعلن إنما نقل نبض الشارع نبض الشارع لو المجلس العسكري أرى الجريض أو دخل على الفيسبوك وتويتر صفحيته بس على الفيسبوك وأرى التعليقات اللي عليها هتبقى كافية لنقل نبض الشارع على المجلس الشارع أن يصارح الشعب بما يقترحه وبما يحصل عليه من ردود واضحة في كل ما يتعلق بالمشاكل من الأهرام الإلكتروني لسه جايلنا خبر على تويتر بيقول 300 بلطاجي يطلقون وابلا من الرصاص على نقطة شرطة نوى بالقاليوبية أحقا يعني رقم كبير شوية 300 بلطاجي مرة واحدة ده إحنا كده يعني يجيش من البلطاجية يهاجم نقطة شرطة بالزبط لأنه لا تدقى على أي نقطة شرطة ده مفيهوش مرفوض يعني اللي حصل قبل كده خلاص لكن خلاص لازم نستعيد الأمر مش هيوقع نحن ندرب ضباطنا ازاي الا هرام الصفحة الأولى تراجع العنف بالتحيير واستعدادات لجمعة رد الشرف ولا للتخريب وخلاص الناس بتتكلم أنه بكرة وكان لسه كانت المسيرات النسائية بكرة إيه الوضع وممكن يكون الوضع عامليزي خصوصا أنه انتفاضة نساء مصر شوف إحنا الحقيقة من أهم مزايا صورة مصر أنها سلمية رغم استخدام العنف من جانب السلطات في الفترة الأخيرة لكن الحقيقة الشعب قادر على تنظيم مليونيات بأعلى درجة من الانضباط وبأعلى درجة من السلمية ولذلك أنا لا أرى ما يدعو للخلف بس الجدير بالذكر أنه الإخوان المسلمين أعلنوا عدم مشاركتهم في مليونيات غدا بدعوة الدعوة إلى التهديئة وهو برضو من الغريب أنه يعني ما حدش يوم تكلم عن ما حدث لا عشان برضو ما نظلمهمش هو طبعا خيارهم ده خيار سياسي وما الحقيقة الإخوان يتميزوا وقد يراه البعض عيب وده برضو حق يعني بأنهم رؤيتهم واضحة يحددوا هدف ويسيروا إليه هدفهم هو انتخابات مجلس الشعب واكتمالها علشان كده هم بيعني من الأول هم بينقوا بنفسهم عن المشاركة في أي فعاليات سياسية باستثناء بعض البيانات وفي نفس الوقت برضو هم الحقيقة بيتمتعوا بقدر من الزكاة يراه البعض انتهازية وهذا جائز لأنهم دايما بيبقى لهم في كل مظاهرة وجود ساعة الجد بنقول عليهم ده وجود شخصي بأفراد بأشخاصهم لكن لما بنحتاجه بنقول لا دول كانوا موجودين بدليل ان فلان وفلان وفلان كانوا موجودين في الميدان الشروق الصفحة الأولى رد الاعتبار لحرائر مصر يبدأ من التحرير رد الاعتبار لحرائر مصر ولمصر كلها يبدأ من التحرير وينتهي بالتحرير بدأ من 25 يناير في التحرير 2011 ويتواصل حتى اليوم ولن تكون اليوم هي او اخر يوم يعني لأنه من الواضح طبعا انه في المجلس العسكري في الفترة الأخيرة يعانب من التخبط بدرجة كبيرة ارتكب من الأخطاء ما يقترب من حد التأمر ويسيق مما أصر الكثير من الشكوك حوله علشان كده من المهم نجاح مليونية الغد نتمنى ونتمنى السلامة للناس وان العدد ما يرتفعش في اي اصدامات لانه مش هينفع كل مرة الدم يسيح ونطلع نعتزل لانه حتى كمان بيان المجلس العسكري يعني نظرية المؤامرة مستمر حتى في البيان 92 امبرا طريقة اعلى البيانة لا الحقيقة انه يعني مسألة المؤامرة او الايدة الخارجية تدين المجلس العسكري ولا تبرقه لانه من المسؤول عن ضبط الايدة الخارجية وقطعها؟ هو المجلس العسكري عندما يكون عندي مسؤول يفشل على مدى عشر شهور في انه يقوم بمهمته اللي هي حماية مصر من الايدة الخارجية يبقى المفروض هذا المسؤول يقال او يستقيل فالكلام عن المؤامرة وعن الايدة الخارجية الحقيقة كلام زي ما قلت كلام يدين المجلس العسكري اي باروش